السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم طلابنا العزاء طلاب الصف والثالث متوسط اليوم نجيناكم بهالمحاضرة المهمة جدا ان شاء الله اليوم راح ناخذ بيها انشاء اليونت الخامس خليها ببالك الانشاء انا قاعد علمك عن نمط الانشاء هذا نموذج انا كاتب لك يا وتقرأ اي نموذج اي استاذ عنده نموذج ثاني تقدر تقرأها اهم شي مثل ما قلت لك تكتب الانشاء بشكل متكامل عندك انشاء اليونت الخامس قلت لك write about a tv program بمعنى يقل لك هنا اكتب انشاء على البرنامج تلفزيوني زين اتذكر هنا مثل الانشاء اليونت الخامس اتذكر هذا انشاء اليونت الخامس مثل ما علتكم سابقا دائما انشاء اقرأ فقراته اقرأ عربي وانجليزي هذا الانشاء جدا بسيط تقدر تحفظه وتقدر تحفظ اي انشاء هماك مشكلة بس حاول تحفظ الانشاء بالتسلسل لازم يكون انشاء مادتك دقيق ومتكامل اقرأ طلاب مثلا يقول لي سطرين استاذ هاي يقول ليش كاف لا لازم يكون انشاء مادتك متكامل على حسب الفقرات اللي طلبها من عندك ابو الوزاري لاحظوا يا مثل ما قلت لك اول خطوة تجلي الانشاء اتحدد الكلمات الماتعرفين بي اتحدد الكلمات الماتعرفين بي احفظهم واحدهم بعد ما كملتهم تعال للساطرة الاول الحفظه عربي وحفظه انجليزي ودور كتبة الحفظه عربي وحفظه انجليزي على مودة كتبة بشكل صحيح العربي يساعدك ويخليك ما تنسى خطوات الانشاء خليها ببالك يخليك ما تنسى خطوات الانشاء اي كلمة تصعب عليك حاول تسمع نطق مالتها حاول عندك tab and learning طلابنا الاعزاء هذا كل ما بتعلق عندك بانشاء لونت الخامس ان شاءلا كون ستظالتوا من هاي المحاضرة طلابنا الاعزاء هذا كل ما بتعلق عندك بنيونت الخامس وان شاءلا نشوفكم بنيونت السادس المترجم للقناة